كل ما غرقت له غرق والدعوة سم إنما من غير أمال تصعر والقلب هو السماء إن له إيمان بالله وأقصد كريم تلقاه هو اللي بيقرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدين الكرام السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلاً ومرحباً بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم صدق النبي الكريم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر صدق النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه فاللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اجعلنا دائماً مفاتيح للخير مغاليق للشر ونسألك اللهم علماً نافعاً وقلباً خاشعاً أساناً ذاكراً ويقيناً صادقاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاءاً من كل داء اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا اللهم نور بالقرآن أبصارنا اللهم نور بالقرآن أبصارنا واشرح به صدورنا ويستر به أمورنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا وفرج به قروبنا وأصلح به أحوالنا واشف به مرضانا وارحم به موتانا واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن ونسألك اللهم أن تبارك لنا في شهر شعبان وأن تبلغنا رمضان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم آمين آمين ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما زلت أطوف بحضراتكم في نفحات شهر شعبان إن شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فسدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يكثر من الصيام في شعبان وبيقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم الأعمال الصالحة كثيرة وعظيمة وربنا سبحانه وتعالى ضامنا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم الدرجات العلا يا سلام إنه من يأتي ربه مجرما شوف إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى خذ بالك من الآية التي جايبها ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا اللهم اجعلنا منهم يا رب إيمان سادة كده لا الإيمان مع الأعمال الصالحة جميل قوي والأعمال الصالحة بترفع في شعبان عايزين نهتم بجودة العمل والإخلاص في العمل وأن يبقى موافق لسيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وربنا لا يضيع أجر العاملين وربنا علمنا في القرآن إنه الضمان والأمان والطريق لحياة طيبة وحياة جميلة وحياة هانئة في رغد من العيش الضمان بتاعه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ضمن الله للمؤمنين الذين يعملون الطيبات والذين يعملون الصالحات إنه هيعيشهم بلش هيعيشهم دي إنه هيجعل حياتهم حياة طيبة قال فلنحينه شوف حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة وما زلنا بنجيب على سؤال ما هي أحب الأعمال إلى الله وما هي أفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بالمناسبة وإحنا في شهر شعبان وأنا داخل الحلقة إخوانا أكرمهم الله في الإدارة أعطوني البج الجميل ده والشارة الجميلة دي ليه عشان أذكر نفسي وحضراتكم بحاجتين مهمين جداً إن النهاردة اليوم العالمي للمرأة وغداً بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم العالمي اليوم يوم الشهيد النهاردة يوم العالمي للمرأة وغداً بمشيئة الله يبقى يوم الشهيد عشان دايماً نربط ده بالأعمال الصالحة اللي إحنا هنشتغل فيها دلوقتي وإحنا بنتكلم عن الأعمال الصالحة قلنا إيه أحب عمل تعمله في علاقتك بربنا اللي هو رقم واحد ذكر الله شوف أحب الأعمال وأجمل الأعمال وأفضل الأعمال وأكرم الأعمال وأعظم الأعمال قدراً عند الله في علاقتك به إنك تذكر ربنا لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله طيب هنيجي بقى نتعامل مع عباد الله مع عباد الله مع خلق الله مع صنعة ربنا آه إيه أحب الأعمال إلى الله قال لك وانت بتتعامل مع الناس بقى رقم واحد أبوك وامك بر الوالدين مش في حديث لما سؤل النابي عليه السلام أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها دا ذكر لله صل الصلاة في وقتها ثم أي إيه اللي بعد كده يا رسول الله قال ثم بر الوالدين أبوك وامك بر الوالدين إنك تبر الأب وتبر الأم خدوا بالك يا حضرات أحياءً وأمواتها البر لا ينقطع يعني ربما يظن البعض إنه أن بره بأبيه قد انقطع بموت أبيه أو أن بره بأمه قد انقطع بموت أمه لا لا البر لا ينقطع طول ما إحنا فينا أنفاس في الدنيا بر الوالدين ما بينتهيش وما ببطلش إزاي ما هو واحد راح لسيدنا النبي سألوا السؤال ده يا رسول الله يعني كلمتنا كتير عن بر الوالدين وإنه أحب الأعمال إلى الله أجبر خطر أبويا وام الأول عشان كده حبينا يكون عنوان جبر الخواطر هنتكلم بقى رقم واحد الأب والأم والمرأة إنك إزاي تجبر خطر المرأة للنبي وصنا عليها عليه الصلاة والسلام لما قال لي استوصوا قلت له نستوص بمين قال بالنساء خيرا أي السؤال بقى مين النساء يعني كلمة النساء أما أجا أقولك النساء اشرح لي كده بن قسين تقولي بن قسين الأم الأخت الزوجة البنت العم الخالة الجارة المعلمة كل كل النساء يعني الزميلة شوف إزاي التلميذة بالنساء كل اللي يطلق عليها أنثة أنك تتقل لا فيها من المحارم بتاعتك لها طريق التعامل من غير المحارم لها طريق التعامل يعني من المحرمات حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهات الأربعتاشر دول إذا كانت من المحرمات أقولك خد بالك منها دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام تقولي أعمل إيه؟ أقولك الأم لها طريقة والبنت والأخت والزوجة والعمة والخالة طب وإذا كانت النساء من غيرهم من غير المحرمات برضو لازم تتعامل معاها بما يرضي الله وبما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلونا نستسمع حضرتكم نطلع لفاصل وعشان ما توهكوش إحنا بنكمل في الأعمال الصالحة اللي ربنا بيحبها في علاقتك بالناس عرفنا الأعمال الصالحة اللي ربنا بيحبها في علاقتك بيه هو جل وعلا في الناس بقى قلنا نحط لها عنوان كبير كده جابر الخواطر أنا أحب جابر الخواطر قلنا هنبدأ بمين أهم اتنين في حياتك أول اتنين عرفتهم في دنيتك الوالدين نطلع لفاصل ونعود إلى حضرتكم بعده بما شئت الله ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله مشاهدين الكرام أجددوا لحضرتكم التحية لما سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يقول لا يزيدوا في العمر إلا البر يبقى رقم واحد في الأعمال الصالحة البر وأول حاجة في البر بر الوالدين وده وده الأمان في الدنيا شوف سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى حينما تكلم في المهد الصبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وهيه كمان يا سيدنا عيسى قال وَبَرًا بِوَلِدَتِي البر وَبَرًا بِوَلِدَتِي وبعديها قال وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا طول ما فيه بر ما يبقاش فيه شقاء يعني في حالة البر تم نفي الشقاء شوف قال وَلَمْ يَجْعَلْنِي فَلَمْ يَجْعَلْنِي فَلَمْ أَبَرًا يبقى أنا مش لا جبّار ولا شقي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا فالبر هو مفتاح استعادة لما القرآن يقول لي إن الأبرار لا في نعيم يبقى الأبرار يبقى أحب الأعمال إلى الله بعد أنك تذكر ربنا واللي من أنواع الذكر الصلاة على وقتها يبقى رقم اثنين بِر الوالدين واحد راح يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام قال وعلم أن رأس الأمر الإسلام طيب وعموده الصلاة صلاة عماد الدين وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عارف الجمل؟ أعلى نقطة في الجمل اسمها السنام الجهاد في سبيل الله فواحد راح للنبي عشان يجاهد معه النبي قال له أحي والدك؟ النبي عارف إن ده أعلى درجات الجهاد بتاعته ياخد باله نبوه أمه لما النبي يقول له واحد من الصحابة يقول له ده أمه موجودة يعني على قيد الحياة فقال له فلزمها فلزمها فثم الجنة أنا عارف عند رجليها كده؟ ثم يعني هناك هناك عند رجليها الجنة فأنا بناشد كل شاب كل ابن كل بنت كل فتاة كل صبي الجنة مفتاح الجنة عند رجل ماما عشان كده الجنة تحت أقدام الأمهات هلا يعني الجنة عند رجليها أمه اللي ينبس راسها يبقى إيه يعني عارف؟ البر إنما هيجي بقى واحد يصوم النهار ويقوم الليل وهو مزعل أبو أمه أنا بقول له على المستوى الشخص إبقى قابلني مفيش مينفعش قال وقضى ربك ده قضاء ربنا لا رد لحكمه ولا معقبة لقضائه مفيش تعقبة على قضاء ربنا ولا معقبة لقضائه وأمره وقضى ربك قال لا تعبدوا إلا إياه أدى التوحيد أدى العقيدة إياه رب سفيتان قال وبالوالدين إحساناً أن تحسن لوالديك مهما كانوا قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم لو جاهدوك وحربوك عشان الشرك فلا تطيعهما تبعمل معهم إيه؟ قال لي وصاحبهما في الدنيا معروفة عيس تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في شهر شعبان ابدأ بابوك همك الأول الأمور مش بس أمور مادية ما أحد يقول لك أنا مش بخليهم يحتاجين حاجة لا إحنا عايزين كمان أمور معنوية يعني إيه؟ يعني البعض ما تزعلوش مني يا جماعة البعض بييجي أحياناً بيتدايق وبيتنرفز إنه في كبر سن الوالدين الله يعطيهما الصحة والعافية ممكن تقول حاجة لمامتك وتنسى هي تنسى إنك قلتلها فتيجي تقول ما تجيش بقى تقول لها يا ماما مش أنا أقيل لك الكلام ده إيه يا عمي ده؟ إيه ده؟ أقول لنا بننسى وقعدي جميع ومنكم من يردوا إلى أرضا للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً يعني أحياناً إذا تقدم السن ودي سنة الله في خلقه ودي ما تزعلش حد ولا بتجرح حد يعني إيه؟ يعني اللي كبروا بقى بيصلي على كرسي دي حاجة ما تزعلوش يعني من شابة من شابة شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة الأوعيب إن شعرنا يبيض وأنا عيب إن شعر وعيب إن شعر بيض ده شيء طبيعي أهو عادي وهتقبل أهو إحنا متخيلين يعني إن أنا هتطنيني طول عمري أطلع على السلم أتنطط أجري أخد أخد دورين في نفس واحد ما بقاش كل سنة وانت طيب فالدنيا ما تزعلش والد إن إحنا بننسى إيه وعا تتعصب على أبوك ومك قال لا أحياناً بقى عايز يعمل عايز يعمل بابا ومامته بالروبوت كونترول إنت يتكلم وإنت ميتكلمش فيش عاجة اسمها كده يا ماما انت حكيتي لفلانة على نياتها على سجيتها على سجيتها وبتتكلم يا أصلي حرجتني قدام فلان الفلاني ولا قدام فلانت الفلانية وماما بتتكلم ما تتكلم احنا نمسك لسنها زعلان قوي يا أخويا ما تبقاش تسيب المعلومات بتاعتك متنطورة في كل حتة لا يا جماعة اجبر خطر أبوك ومك اوعى تزعلهم وما تحسسوش الكبار ان هم بينسوا مش كون شوية يا بابا ما نقللك الكلام ده ايه يا بابا انت نسيت وانت كل شوية حتذكره انه بينسه انت حطها الراجل في عشته لا تلقينا انني لسيت اقولك يا بابا ما عليش شوفوا ازاي خلونا نطلع لفاصل ونعود الى حضرتكم بعده بمشيئة الله ابقوا معنا اكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله مشاهدين الكرام اجددوا لحضرتكم التحية من احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى وانت بتتعامل مع خلق الله جبر الخواطر فجبر الخواطر يعني ايه الخواطر الخواطر جمع خاطر والخاطر اللي هو القلب لانه من مهمة القلب انه يعمل حاجة اسمها الخاطر عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما بيكلمنا عن الجنة بيقول فيها ما لعين رأت يبقى العين بتبصر ولا اذن سمعت يبقى الاذن بتسمع ولا خطر على قلب بشر فعشان كده سميه جبر القلوب جبر الخواطر انك ما تحزنش حد انك ما تزعلوش ولو شفت حاجة فيه مش تمام اعمل لفسك مش واخد بالك وما تجرحش حد ومن عاش بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر في المسألة عندنا يقول لك فنان دا زي القرع يمد البرة اعنا عايزينك تمد الجوة الاول فاول جبره خاطر امر خاطر ابوك وامك المسألة محتاجة جهاد اللي ربنا من عليه بنعمة كبيرة كبيرة والديه الحمد لله احياء احمد ربنا وطول بالك اصلا ما بيرضاش ياخد الدواء اصلا انا بقول له يا باب اعمل ايه ما بيعملش اصلا ما بيقولش كويه اصلا انا اصلا طول بالك ومن جاهد فانما يجاهده لنفسك الله يكرمكم الله يسعدكم اوعى تحزن ابوك وامك اوعى تغبنه اوعى تزعله اوعى تزعله مامتك هي هي مش ند ند يعني هي مش مسألة ندية حاضر وكلمة حاضر بتريع يعني من اجمل وارفع العبادات قدرا عند الله تعالى الوالدين بر الوالدين متزعلهمش القرآن يقول لي واخفض لهما جناحة ذل ايه من الرحمة يعني ايه من الرحمة زي ما حضرتك بتعمل جمل وتركب ولادك وانت بمنتهى اللطف وعمال تمشي بيهم ده رحمة انت محدش كسر عين ولادك مش كسرين انك يعني اعمل ده شوفك انه بيقولك اتزل لناسك لابوك وامك كلون من الوان الرحمة واحنا مش نخش الجنة الا في رحمة ربنا فانا اوصي اللي معاهم جوهرة ثمينة الاب او الام او الاتنين مع بعض او احدهما خاب وخسر من ادرك ابويه ولم يدخله الجنة ده خسران اسأل الله عز وجل ان يبارك في كل اب وفي كل ام واللي رحلوا عن الدنيا اسأل الله عز وجل ان يرحمهم رحمة واسعة ان يتقبلهم في الصالحين وان ينزلهم منازل الشهداء وان يمن عليهم بمرافقة امام الانبياء سيدنا النبي عليه السلام وان يجعلهم من السعداء اللهم مجزي والدين عنا خير ما جزيت والدا عن ولده يا اكرم الاكرمين واكرمهم كما اكرمونا وارحمهم كما رحمونا واسعدهم كما اسعدونا وسامحنا يا مولانا على التقصير في حقهم بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة